صباح خير مشاهدينا برح فيكم وين ما كنتوا عم تبعونا بربرين بالعالم العربي والعالم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الثانين 26 أيلول 2016 السؤال الأساسي اليوم هو من قتل ناهد حتر من اغتال قلم ناهد حتر ومع اغتال ناهد حتر اغتيلت الكثير من العقول الكثير من الأفكار هل نحن مرشح لقلنا أنه نروح إلى مكان هل أدفي وظلامية هل مطلوب مننا أن نرمي ألمنا وأن نكتم صوتنا هذا جزء من حوارنا اليوم إضافة إلى كلام في السياسة في الأمن في العدالة إذا بعثت عدالة على وجه هذه الأرض غير عدالة الله طبعا وغير وغير من الاستحقاقات اللي نطلقنا في الداخل وفي الخارج تابعونا موسيقى موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا ويسعدني أن أرحب بضيفي رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ إبراهيم الأمين صباح الخير أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا فيك طبعا يوم تعزينا لصحيفة الأخبار أولا لأنه هي من المؤسسات التي حضمت الشهيد ناهد حتر تعزينا إلى جسم الإعلام والصحافي بشكل عام في لبنان والعالم العربي وحتى بالعالم لأنه هذا الموضوع صار معمم وطبعا إلى عائلة الشهيد ناهد حتر اسمح لي قبل ما لحتنا ما أطعك بالجواب خير نعمل جولة إخبارية سريعة مع زميلتنا كريستين حبيب نعود بعدها ونبدأ بالحوار أهلا بكم أعتصم مزارع التفاح هذا الصباح على أوتوسترات جبيل في تحرك تنظمه التعاونية الزراعية في العقورة احتجاجا على عدم تصريف إنتاجهم ورفضا للإهمال الرسمي اللاحق بقطاع زراعة التفاح وقطع المزارعون المسلك الغربي لأوتوسترات جبيل باتجاه بيروت لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحه أمام السير بطلب من رئيس بلدية العقورة وقد طالب المزارعون بوقف استيراد التفاح من الخارج وتصريف إنتاجهم ودعمه تدالة الرئيس أو رئيس مجلس النواب يأخذ قرار بمجلس النواب أنه يدعمه سندوق التفاح بكل مبنين خمس دولار مثل ما يدماعه الطبغ مثل ما يدبعه الضخان مثل ما يدعمه الأمح مثل ما يدعمه الزيت أكثر من مليونين إنسان من ورد تفاحة بدون يجوعه هيدا عم بيعملوا مسلحة إسرائيل جوعوا هالشعب هالبلاد اللي هي بتصارع إسرائيل اقتصاديا هني عم بيدمره وبإيدهن بداية عم ندمر شعبنا عم نجوعه ألقت استخبارات الجيش في الكورة ليلة أمس القبض على لبنانيين نميم فاء الملقب بأبو الشفر وألف سين في منطقة ظهر العين الكورة بتهمة ترويج مخدرات وهما تابعين للشبكة التي سبق وألقي القبض عليها في الكورة بتهمة ترويج الكابتاجون في شأن الوزاري أوضحت مصادر حكومية لصحيفة المستقبل أن الاتصالات نشطت طيلة نهار أمس وحتى ساعات متأخرة من الليل بين السرايا وعدد من القيادات والمسؤولين لا سيما مع قيادة حزب الله التي لا يزال رئيس الحكومة يترقب جوابها بشأن ما إذا كان وزيرا الحزب سيشاركان في جلسة الخميس أم أنهما سيلتزمان الغياب للجلسة الثانية على التوالي تضونا مع المقاطع العونية ورجحت المصادر أن تتبلور نتائج هذه الاتصالات في الساعات المقبلة ليحسم السلام قراره النهائي لناحية توجيه أو عدم توجيه الدعوة لانعقاد الجلسة أكد الرئيس نبيه بر أمام زواره أنه لا يرى جديدا في الاستحقاق الرئاسي والأمور على حالها وردا على من يقول أن الاتصالات والمشاورات في الطبخة الرئاسية تجري في الأيام الأخيرة بمعزل عنه أجاب ضاحكا لهذا السبب لا يأكلون وأضاف لابد من الوصول إلى تفاهمات مسبقة ومرشح للرئاسة هو التفاهم أي السلة التي تناولت الاستحقاق الرئاسي والحكومة وقانون الانتخاب إضافة إلى بنود أخرى وهذا ما جرى في جدول أعمال طاولة الحوار وأضاف بري إذا انتخبنا رئيسا من دون السلة فهذا يعني أننا نصلبه شدد النائب وليد جنبلاط على ضرورة المسارعة إلى تخفيف الضغط على الأمن والليرة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية لأن ذلك يحدث صدمة إيجابية ويعيد فتح المؤسسات وفي حديث للسفير أكد جنبلاط أن الرئاسة مؤجلة وفق معطيات اللحظة الراهنة خصوصا أن لا أحد في الخارج فاضي لنا وإذا أبدأ احترامه خيار حزب الله المتمسك بترشيح عون علنا تساءل جنبلاط عما إذا كان المضمر شيئا آخر لافتا إلى أن موقف الرئيس بر مغاير وصارح به عون ولفت جنبلاط إلى أن أي بديل عن الرئيس الحريري سيكون متطرفا وبالتالي هناك مصلحة وطنية عند كل القوى بما فيها حزب الله في حماية خيار الاعتدال الذي يمثله زعيم المستقبل أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن أمريكا هي التي تقود المؤامرة على سوريا ومعها دول غربية وأقليمية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تزود الإرهابيين بسلاحها وتمولهم وتدخلهم عبر الحدود بالآلاف وفي حديث لقناة الميادين رأى المعلم أنه لو كانت لأمريكا إرادة حقيقية بإيجاد حل في سوريا لكانت تمكنت من ذلك كاشفا أن طائرات استطلاع أمريكية حلقت فوق دير الزور قبل يومين من الغارات الأمريكية على مواقع الجيش السوري في جبل الثردة وقال أن هذه الغارات جاءت بالتنسيق مع داعش ولم تكن خاطفة بل استمرت خمسين دقيقة في جريمة اغتيال الكاتب والمناضل الأردني ناهد حتر نقلت وكالة الأنداء الرسمية بيترا عن مصدر قضائي أنه بعد ألقاء القبض على المجرم مطلق النار وضبط سلاحه وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس ثلاثة تهم لقاتل حتر هي القتل العمد مع سبق الإصرار القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص وقرر المدعي العام توقيف القاتل خمسة عشر يوما على ذمة القضية وإحالة الملف على محكمة أمن الدولة وبحسب قانون العقوبات الأردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الأعدام شنقا هذا ونقلت بيترا عن مصدر قريب من التحقيق أن القاتل الذي يعمل مهندسا في وزارة التربية والتعليم أفاد خلال استجوابه بأنه كان قد خطط لارتكاب الجريمة منذ فترة وأنه لم يكن يعرف أو يسمع بحتر وأنه بحث عن صورته على الإنترنت بعد نشره الكاريكاتور الذي اعتبر مسيئا للذات الإلهية على فيسبوك ختام الموجز عودة إلى سمر وضيفها شكرا كريستين براحل فيكم جديد مشاهدينا وأبدأ الحوار مع ضيف رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأستاذ براهيم الأمين أهلا وسهلا فيكم جديد من قتل نوهد حطر؟ قتل نوهد لأن موقفه السياسي وليس بسبب إعادة نشر رسم الكاريكاتور هذا لا يعني أن الذين قتلوه مع الحرية أو مع تنوع الأراء لكنهم خططوا لهذه الجريمة يعني المناخ الذي سهل اغتيال ناهد هو المناخ الذي كان ناهد في مواجهته ناهد قتل بسبب انخراطه في المعركة الدائرة في المنطقة ضمن واختار عنوعي محور المقاومة وهو كان يواجه تيارا كبيرا ليس فقط داخل الأردن بل في أكثر من منطقة وكان دائما عرضا للحملات وعمليات التخوين ثم أن التيارات السلفية التيارات تكفرية ربما لديها حساب قديم مع ناهد لأنه حتى وقت سابق على الأزمة السورية كان ناهد من الناحية الفكرية ناقد لفكر هذه الجماعات وليس فقط لسلوكها وخطابها السياسي المشكلة في أن استشهاد ناهد ربما يستطيع المرأة أن يتفهمه كجزء من هذه المعركة لكن المسؤولية المباشرة وهي ليست مسؤولية معنوية مسؤولية بالمعنى الجزائي وتقع على النظام الحاكم في الأردن الذي له دور ليس في عملية الارتيال فقط بل في جعل الأردن ساحة مفتوحة لهذه الجماعات التكفيرية منذ أن قرر الانخراط في الحرب المدمرة ضد سوريا وضد المقاومة النظام في الأردن كان يعتقد أن بمقدوره الإفلات مثل كل مرة بأنه إذا عمل في خدمة المشروع الأمريكي والإسرائيلي فسوف يحطى بحماية ما وهو لم ينتبه أو انتبه وتجاهل بأن المطلوب اليوم ليس رأس شخصية أو حكومة أو حكم بل هو رأس المجتمع العربي والقصد مما يجري ليس فقط تغيير النظام بل تغيير نمط حياة وتغيير سلوك ومفاهيم ومعايير وآلات قياس للحياة اليومية نظام في الأردن هو الذي جعل هذا الخطاب أولا منتشرا من دون رقابة هو الذي فتح أبواب الأردن أمام نشاط فكري وسياسي وثقافي وأمني لهذه المجموعات ربطا بما يجري في سوريا والنظام في الأردن سهل انتقال الألوف من ناشطي هذه الجماعات التكفيرية عبر الأردن إلى سوريا ومنهم من يعيش في الأردن أصلا ولم يقم بأي إجراءات فعلية هو كان يعتقد أن ولكن اليوم الأردن هي جزء من ما يحيط بها يعني اليوم بالنهاية هي جزء من الحل سهل أن سوق هكذا التهمية يعني لنظام أو لضم المعينة تاريخ هذا النظام هو نظام تآمل على فلسطين وعلى القضايا العربية منذ اليوم الأول من أيام الملك حسين ثم هذا الملك الحالي الذي لا يهتم إلا بمصلحته الشخصية هذا النظام متورد في أشياء كثيرة وأعتقد أنه بات من غير المنطقي الصمت على ما يقوم به اليوم يجري في جنوب سوريا أقله في جنوب سوريا في جنوب دمشق وليس في جنوب سوريا النظام الأردني شريك أساسي فيه ولا يكفي القول بأنه يرسل إشارات إلى الحكومة السورية بأنه يريد التعاون في وجه عندما فجر ناس أو أفراد من داعش في عمان في الأردن مؤخرا هذا جزء من برنامج داعش هذا وحش لا يمكن لك أن تعتقد بأنك تربيه وتضعه في زنزانة وتحركه حينما تشاء وتعرضه لضربة من هذا الوحش لا يعني أنه خارج سياق المعركة التي يخوضها أو تخاد لمصلحة هذا الوحش النظام في الأردن يعي تماما بأن المعركة معركة تدمير سوريا وفلسطين اليوم تستهدف أساسا تدمير الأردن هو يعرف أن انهيار الدولة السورية سيعني أولا انهيار مجموعة دول من بينها الأردن الأردن كحال لبنان ثم النظام الأردني ليس شريكا بالمعنى السياسي على أرض الأردن تعمل وتنشط غرف عمليات بمشاركة جميع أجهزة الاستخبارات العالم إسرائيل فرنسا تركيا السعودي قطر الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا كل هذه الجماعات كل هذه الدول هناك غرفة أشمع غرفة الموك بس غريب أنه بدولها لأد محاطة وهي دولة صديقة للجميع يعني وعندها علاقات مع الجميع الأردن غريب أنه يكون فيها غرفة عمليات مخابراتية مشتركة هي صديقة فقط للمحور القاتل في المنطقة هذا النظام يخدم قتلت اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين هذا النظام ليس صديقا صديقا للولايات المتحدة صديقا للحكومة الغرب وهو نظام من رأسه كان يعتاش كان لديه راتب شهري من أجهزة الاستخبارات الأجنبية ناهد تعرض أصلا للأذى طوال أقدير ونصف على يد هذا النظام وحكومته رغم أنه لناهد كان نظرة خاصة إلى الكيان الأردني وكان يعتقد بأنه ليس هناك أولوية اليوم لخوض معركة إسقاط النظام الحكم في الأردن كان ضد رفع شعار إسقاط النظام في الأردن كان يعتقد أن التسوية الوطنية في الأردن التي تحول دون خطرين كما يراهما ناهد الأول إقامة الوطن البديل والثاني تسليم الإسلاميين هذا التيار التكفيري البلد هذه التسوية كانت تفطر أو هذا الهدف كان يفطر تسوية مع النظام الملك لم يكن يهادم كان يفكر بأن عدم الصدام مع هذا النظام الحكم هو من مصلحة الأردن لكن هذا النظام لم يعطيه في المقابل شيء ناهد حتر لم يكن الوحيد الذي يعني عنده هذه الأفكار في الأردن ولم يكن الوحيد سواء كان أردني أو غير أردني من يتحدث عن هذه الأمور اليوم وسط كل الكلام الذي تفضلت وهذا الانشغال الكبير لنظام الأردني بكثير من أمور أخرى من الحرب ومن التسويات ومن غرف المخابرات وكل هذا الأمر هذا النظام متفرغ مثلا برأيك لاختيال ناهض حتى شوفي هي المسألة أحيانا تبدو كأنه من حمل المسدس ومن ضغط على الزنات أولا عندما شنت الحملة على ناهض وجرى تكفيره وهدر دمه هذا الأمر جار في وطح النهار وعلى لسان قيادات وشخصيات وناشطين من هذه التيارات المجنونة داخل أردن أنا سمعت أدة تسجيلات لأشخاص كانوا يفخرون أنا اسمي فلاني الفلاني أقول كذا وكذا وكذا ثانيا بدل أن تسعى الحكومة الأردنية وهي حكومة أمنية بامتياز هي لا تختلف عن أي نظام استبداد في العالم العربي والتي تقود أشياء كثيرة على صعيد تنظيم العلاقات داخل الدولة من خلال جهاز الأمن لم تقم بأي مبادرة لحماية الطاهم بل بالعكس شرعت الحملة عليه اعتقلته كمتهم يعني أقرت بالحكم الذي أصدره هؤلاء التكفيريون وكان بإمكانها عمل غير ذلك غير الإقرار بالحكم وبعدك عن طول أداش مسيطرين هؤلاء التكفيريون والأخوان وغير على الأرض في الأردن وعلى عندما كان بمقدور هذا النظام مثل أي قضية أخرى أن يقول أن هذا الأمر هو عبارة عن تباين حاد في الأراء وأن ما اعتبر إساءة لذات الإلهية ربما كان فيه اجتهاد أصلا ناهد في اليوم نفسه عاد شرح المسألة وكان واجب هذه الحكومة حماية ناهد مواجهة هؤلاء الذين يهدرون دماء الناس فقط هؤلاء هذه التيارات التكفيرية العميلة لإسرائيل كل هذا التيار الإسلامي السلفي في الأردن الذي لا تهتز كرامته وهو يشاهد علم إسرائيل يرتفع فوق عمان والذي لا يقوم بأي عمل لنصرة فلسطين التي تقع على بعد كيلومترات القدس منه هذا التيار الذي لم يقم بشيء فعليا لنصرة أهل سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وكل ذلك هو فقط متفرغ الآن يثأل لكرامة ما يفترضه دينه بأن يغتال مثقفا لأنه عمد إلى مشاركة آخرين في رسم وهو رسم سخيف بالمناسبة يعني ليس فيه أي إبداع ولا أي فكرة ولا أي شيء على أي حال هؤلاء هذه القوى التكفيرية كما النظام في الأردن هم تربيات الاستعمار الإنجليزي وعندما نهار تحولوا إلى عملاء للنظام الحاكم المستعمر الجديد اليوم وقع الحال نظام الأردني لم يكتفي بمنع تكفير معهد بل وافق على التهم وألصقها به وحوله إلى متهم رسمي ثم لم يوفر له أحد أدنى من الحماية الشخصية أو من الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع إقدام مجانين كأحد الذين قتلوه لهذا المعنى عندما نتحدث عن موقف حكومة نحن نتحدث عن قرار سياسي أنا أنا شخصيا لا أستبعد أن يكون الدنيا خلف هذا المناخ ويتعتقد أن بإمكانها غدا استثمار هذه الجريمة هذا نظام هذا نظام وهذه أجهزة أمنية عملت على تنفيذ اغتيالات في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي لبن لها نشاط إنما كان هي تعمل بالأجرة عند ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعمل اليوم بالأجرة عند نظام الحكم في الإمارات وعند نظام الحكم في قطر وعند نظام الحكم في السعودية ليس مبالغ فيه شوية لا ليس مبالغ كل الذين يعرفون هذه المنطقة ويعرفون الأنشطة السياسية وغير السياسية يعرفون النشاط الاستثنائي لأجهزة الحكم الأردني في هذا المجال هذا التحالف القائم الذين اللبنانيين والفلسطينيين الذين يمرون عبر الأردن ويخضعون لتحقيقات التصل بإسرائيل يتلقوا ناس إلى يطرحوها المنسق الإسرائيلي على الطرف الآخر من الهاتف وأنا لا أتحدث عن فرضيات أنا أتحدث عن وقائع حاصلة يوميا طيب اليوم النظام في الأردن عمل وجبه يعني هو بيعتبر أنه عمل وجبه طيب جرى هذا الاغتيال طريقة اللي تبمت فيه هذا الاغتيال من رفيفة صفر أصلا أصلا مش الشرطة لك أهل اللي كانوا معلون آهد لحقول للآتل والشرطة اصطحت عدمه وكما شدوا بيأكلوا هو ما عملوا شي ما عملوا شي وقت اللي بيتركوه بهذه الطريقة وبيغتلوه بهذه الطريقة وبيمشي الحال ما عملوا شي هم شركاء في القتل وهم مسؤولون إلى أبعد الحدود عن هذه الجريدة طيب هذا الكلام شو بده يغير بأرض ولا شي بده يغير هذا يقتضي 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 أولا مغادرة مربع هذه التسويات والكلام المنمق ونفصل بينه كذلك النظام الأردني في اغتياله لنعهد بهذه الطريقة هو شريك علني في كل ما يستهدف الأحرار في هذه المنطقة وهو سلوك يعني يعمل على ما أرف أباءه نفس الشي مغيروش وبالتالي أنا أقول اليوم أنا وصلحة الشعب الأردني التنبه إلى هذا الأمر لأن الذي يفتح بلاده لهؤلاء القتلى ويسمح بهذا النوع من السلوك هو يأخذ بلاده إلى الجحيم اليوم دايما منحمل الشعوب أكتر من طاقتها شو فيها شو بيقدر يعمل الشعب الأردني اليوم أول شي الأردن بلد طلع من انتخابات مجلس شعب انتخابات نيابية من يومين مبارح استقالت الحكومة وأعيد تكليف رئيس الحكومة هني المقيم مرة جديدة بتشكيل حكومة جديدة طبعا هي لم تستقيل على واقع دم نهاية حتر وإنما هذا عرف في الأردن أنه بعد الانتخابات النيابية بعد انتخابات مجلس الشعب تستقيل شوفي شوفي هذا كله شو بدر يعمل الشعب شعب الأردن ينزل مظاهرات فيه فيه فيش تلاقي قد تتحول إلى أمر آخر لاحظش فأنا ما أقول أنه مشابلون للشعب الأردني يروحوا وحروا بلدكم أنا أقول يستطيع أي شعب في أي منطقة بالعالم أولا إغلاق الأردن أمام هذا السيرك الدموي الذي يجري على الأرض كيف الشعب يقدر يعمل طبعا كيف فيه روح الشعب يتصدى لكل هذه المجموعات التي تنتش بيعرفوها وين عايش وبيعرفوا كيف يدوا يتصدوا يعني عم تدعيون يعملوا حرب مش حرب لش يعملوا حرب كيف يدوا يتصدوا يعني بروحوا بيقافوا قدام بيوتهم وبيحملوهم فانترتات يعني اكتفوا بالمشاهدة وانتظروا هؤلاء القتلى يصيدون إلى بيوتكم وإلى غرف نومكم خليكم نطيرهم ماشي الحق يعني يوم لما انحدرتك عم تتهم نظام بأنه هو بكرة هذا الأمر هو اللي مقوي هو اللي عمل يعني عم تدعي شعب أن يتصدى لنظامه يجبر نظامه يجبر نظامه على تغيير السلوك طيب نظرية سليمة ومطلوبة من كل الشعوب ولكن التوقيت أنت اليوم بمنطقة مشتعل لكل حوالك تقدر هلأ تفتح هذا النوع من المواجهات وقال البديل هو أنه يفتحوا الأردن أمام هذا النوع من الجنون يصطفلهم مش عم نظر عليهم من ناكر الدنيا عم نحكيهم من بلاد تعاني هذا الأمر وتواجه بالدم هذا الجنون مش عم نظر عليهم كل ما فقدنا يطلعوا بعمقن الشام يطلعوا بسوريا يطلعوا بجنوب سوريا شو عم بصير فكراً في صوت بيطلع بجنوب سوريا ما بيرن بقلب عمان لش أصلاً تركيبة الاجتماعية من فصلها من بعضها شو الحكي على أي حال اليوم في مسؤولية كبيرة على الجنهور في الأردن وعلى الشعب الأردن كيف يعني بتطلع هاي الجماعات بيطلع أخوان مسلمين بالأردن بيدعوا الاقتصاص من هذا مش عارف شو بقولوا عنه لناهد شوية مبارح بيستنكروا هذا بيدعوا العلماء إلى التصدي بالجوامع وبالأمدي بيدعوا هاي عدة الشغل هاي عدة الشغل طيب أوكي بدهم الأردنيين يقبلوا بدهم يتحملوا هن باين أنا عم بيحكي هن شعمور رح يجي حدا من برا يعقبهم الذي يهادن هذا الوحش ها ما يتفاجأ إذا يجي أكله طيب بسي الفكرة أنه اليوم كان عناهد حتر والشعب الأردني المطلوب من الشعب الأردني حضرك عم تفضل فيه مبارح كانت مصر وقبله كانت سوريا ما كانت قبل ما وقفت دول الخليج يعني ما وقفت تلشنى بلقمان هذا النوع من القمع موجود وينما كان داخل هذه الأنظمة يا عمي هذا الموضوع مفتوح في كل المنطقة ومستمر شوفي الموضوع ما له علاقة بقى صارت بإنتي عم تحكي عن خلاف في الضوء أو عم تخطي عن تباين في إدارة مؤسسة عامة أو كيف بننتج في نمطي حياة في شكلين من أشكال الحياة ما عم بحكي عن اختلاف بسياسات خارجية ولا دفاعية ولا اقتصادية ولا برنامج التعليم كيف في نمطي حياة في عم بيخيروهن الغرب الاستعمالي لهذه الشعوب إما حكومات عميلي وتابعة وإما هذا الجنون بأننا عندهم خيار ثالث طبعا مش حدا بياخد استقلاله وببساطة اليوم الشعب السوري الدولة السورية الدولة بالأخير هي مش قرمة ومش حجارة هي ناس عم تدفع عم تحط تضحيات هائلة لتحافظ على وحدتها وعلى تماسكها لأنه انهيار سوريا أول شيء رح يعمل رح يفتح الحرب الأهلية في العراق إلى أبد للأبدين رح ينهي كل ما هو قائم على شكل كيان في الأردن وفي لبنان سوف يقضي نهائيا على الأضياء الفلسطينية وسوف يمتد تمتد هذه النيران من بلاد الشام إلى عمق الجزيرة العربية وكل العالم مصر تتصرف على أن ما يجري في سوريا يهدد أمنها القوم أنه هاد بعمان أنت ما يجري على الحدود السورية الأردنية بشو عم بيقاتله بعد هده التفنيس على العالم والثورة والسوار والديمقراطية وشوية زعران عمل قاعدين بأتلات أو منتشرين على شاشات أو كذا بدون يبيعوا الشعب السوري يبيعون أنه هول عم يعملوا ثورة عم بيقاتله بمجموعة من المرتزقة والمجانين ها الذين يمرون عبر حواجزهم ويأخذون أموال منهم ويتدربون في معسكراتهم ويتلقوا التعليمات منهم وعندما يأخذون معارك تحت قيدتهم وإشرافهم مش شايفينهم خلاصة هذا الموضوع لحتى لي شهيد ناهد شهيد لن يكون الأخير عم قول شهيد لخيار ارتضاه لنفسه ما كان هربان من هالهاي كان منواجب ما تمثله الدولة حماية ناهد على أي حال يعني ناهد لم يكن يخجل بما يقوم به و لاكس هو بأحد مقالته خجلة لأنه ما تسنى لأله يكون شهيد فعمول أنه معهد وجزء من هذا التيار و يعني ما واجهه لم يكن فاجئا له ولا لآخرين وليس لنا نعرف أنه بالأخير هاي ضريبة النخراط في هذه المعركة يعني اليوم يقتل المئات والألوف على أيدي هؤلاء وعلى أيدي الحكومات العميلة ووكي هاي معركة شو من نعمل هاي جزء من ثمن هذه المواجهة فيها ربح وخسارة وفيها دم وتضحية على أي حال اليوم في وقفة تضامنية أو وقفة احتجاجية عند الساعة سبعة مثل اليوم بميحة بباحة مبنى الإسكوا ببيروت استنكارا لاغتيال الكاتب والمفكر ناهد حتر وانتصارا لحرية الفكر والكلمة في وجه القتل والتكفير واللي دعين لها هم أصدقاء الشهيد ناهد حتر وإعلاميون وناشطون يعني رافضين لمنطق كم الأفواه للي بحب يشارك ساعة سبعة شيئة أمام مبنى الأسكوا أنتقل إلى موضوع آخر قبل ما روح على سوريا وما يجري في مجلس لأن كل هذا الأمر بدي روح شوي إلى الداخل إلى الداخل اللبناني في السياسة الداخلية نحن عشية كمان أمر مجهول رايحين على شيء مش معروف شو هو 28 مفروض جلسة لأن تخاب رئيس جمهورية لن تتم أنا وياك والمشاهدين لا مش مجهول مجهول للنتائج بالمرحلة ناطرين في صديق شو بتعرف طيب ناطرين 28 كل المؤشرات بتقول أنه ما فيه رئيس جمهورية للبنان وبالتحديد ما فيه العماد ميشيل عون رئيس جمهورية ليش محسوم أنا بإليك أنه بالنفس المعطيات اللي عندك ليس هناك في المدى القريب رئيس للبنان إلا ميشيل عون ما سيش عم تالي مش محسومة 28 في شيء بالأجوات لا لأنه الحريري نفسه يعني سبق بالاتصالات معه من حزيران الماضي إلى هلا هو عم يظهر هو يعني وقتنا شخصيا ومصلحته أصلا بهذه التسوي التي تقوم على أن العماد عون هو رئيس الجمهورية لكن يعني مثل كل هالقوة الرئيس الحريري لا يستطيع القيام بهذه الخطوات دون توفير مستلزماتها اللي هني من جهة المناخ الداخلة بتياره واللي هو أنا ما أبقى لأن أهميته ولكن باتبروش لأنصور الحاسن ومن جهة أخر لكن الأهم موقف سعودية موقف سعودية خلينا نعمل نغوص بدراسة موقف سعودية نحن وياك إذا ممكن دراسته على تعددية تشعوباته صعب صعب خلينا نقوم بجولة سريعة مع كريستين حبيب على مقتطفات اخترتهم لألنا من الصحف ونعود بحيكم من جديد مشاهدين جولتنا رح تبدأ بطبيعة الحال مع التحية اللي وجهتها اليوم صحيفة الأخبار على امتداد ست صفحات للشهيد ناهد حتر هالصورة اليوم على صفحة الأولى بصحيفة الأخبار نقلا طبعا عن ايف بي وكالة الصحافة الفرنسية مسرح جريمة اغتيال الشهيد ناهد حتر ونرى في الخلفية نظارات حتر وأيضا علبة سجائره والولاعة التفكير في زمن التكفير هكذا عنوانا بيار أبي صعب لقد اغتالوا ناهد حتر القاتل أو القتلى المباشرون هم نتاج آلة ضخمة ممنهجة لإنتاج العنف والتطرف لكن من وراءهم لا يسعنا اليوم سوى أن نحمل السلطة الأردنية مسؤولية اغتياله لأنها قبلت بمحاكمته بدلا من الدفاع عن حريته وحقه في التعبير مسبغة صفة الشرعية على تجريم الإبداع والتعبير عن الرأي السلطة الأردنية مسؤولة لأنها لم تؤمن حمايته الأمنية رغم كل التهديدات التي تلقاها في العلن ولعل المخابرات تعرف طبيعتها ومطلقيها ودوافعها وخلفياتها جيدا السلطة الأردنية تحمل دم ناهد حتر لأنها تركته يقتل في وضح النهار وكان أبسط الأمور أن تؤمن له حماية على الأقل يوم محاكمته على الأقل أمام قصر العدل نتابع مع بيار أبي صعب ويمكن أن ننزي أكثر في الفراضيات لحظة توق السلطة في الأردن إلى مصالحة الإخوان ومع تمسك النظام الأردني بخطه المتخاذل في خدمة المصلحة الاستعمارية ما يجعل من ناهد حتر بخياراته السياسية الواضحة صوتاً مزعجاً أكثر من أي وقت مضى في كل الأحوال من منا لا يعرف أن وباء التكفير لا يتفش إلا في ظل أنظمة الفساد والقمع والأمية والبؤس والتبعية لمصالح الاستعمار وغياب العدالة والاستبداد السياسي إلى شؤوننا المحلية وهذه المعلومات من صحيفة الجريدة الكويتية كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية مع أمير داعش في لبنان عماد ياسين عن معلومات جديدة لم تكن لديها إذ اعترف ياسين بالتخطيط لاغتيال الرئيس الحريري سعد الحريري لافتة إلى أن فكرة اغتيال الحريري طرحت بعد عودته للاستقرار في لبنان وظهوره العلني المتكرر في بيروت ما قد يسهل الوصول إليه لإنجاز المهمة وقالت أن مسؤول داعش في الرقة أبو خالد العراقي طلب من ياسين التفكير في العملية وكيفية الوصول إلى الحريري لإنجاز الاغتيال مضيفة أن أبو خالد العراقي قال لياسين أنه مستعد لتأمين كل احتياجاته البشرية واللوجستية في حال وضع خطط محكمة ويادة داعش وبينت أن الهدف من اغتيال الحريري هو التسبب في فتنة سنية شيعية والتخلص من تيار الاعتدال السني في لبنان لخلق بيئة حاضنة للتنظيم في حال قرر النزوح من الداخل السوري باتجاه الأراضي اللبنانية نبقى مع الصحافة الكويتية ونذهب إلى الراي قالت أوساط مطلعة لا ارتباط لعودة الحريري إلى بيروت بجلسة انتخاب الرئيس الأربعاء فالحريري عاد بأجندته وليس بأي دافع آخر وإذ تتفهم الأوساط أن تنسج حسابات مبالغ فيها لدى البعض على هذه العودة في ظل تطخيم دعائي يجري توظيفه لتبرير التحرك التصعدي الذي يخطط له التيار الوطني الحر فأنها تؤكد أن مجمل المعطيات القائمة تنفي ما ذهبت إليه بعض الاجتهادات والمعلومات التي تحدثت عن اتجاه الحريري إلى تأييد انتخاب عون رئيسا في جلسة الأربعاء والتي واكبت عودته بغية المساهمة في مناخ يراد له زيادة حشر زعيم المستقبل وتحميله تبعت مواقف معطلية الانتخابات الرئاسية أو استثمار أزمة الحريري المالية في بانك أهداف هؤلاء المعطلين الأوساط قالت أن الحريري ماض في الانفتاح والتمسك بمبادراته لفتح مسلك أمام الأزمة من دون أن يتخلى عن دعمه المستمر لترشيح النائب سليمان فرنجي حتى الآن وفي صحيفة السفير اليوم دائما مع هذا الملف بات شبه مؤكد أن الحريري لن يمنح أصوات كتلته إلى الجنرال أقله في الجلسة المقبلة ما يعني أن عون سيكون أمام خيارين إما أن يعطي الضوء الأخضر لانطلاق طلائع التحرك الميداني لقواعده بدءا من بعد ظهر الأربعاء المقبل أو صباح الخميس على أن تبلغ كرة السلج المتدحرجة حدها الأقصى في 13 شرين الأول المقبل وفقا للرزنامة التي كانت محددة سابقا الخيار الثاني أن يمدد الفرصة المعطاة للحريري إلى ما بعد 28 أيلول لمرة واحدة إذا كانت توجد لدى الرابي مؤشرات إيجابية تشجع لهذا التمديد الحميد زوار الرابي خلال الساعات الماضية رصدوا مسحة من الارتياح والتفاؤل في سالون جنرال وتؤكد مصادر التيار الحر أن خطة التحرك قد أنجزت من كل جوانبها مشيرة إلى أن المباشرة في تنفيذها تنتظر إشارة تعون الذي سيتخذ قراره طبعا لما ستنتهي إليه جلسة الانتخاب التي تشكل الحد الفاصل بين مرحلتين نذهب الآن إلى صحيفة النهار كاريكاتور الصفحة الأولى اليوم بريشة أرمان حمصي العودة إلى المدرسة ووحش الأقصاط وتحت هذه الكاريكاتور كتب إبراهيم حيدر المدرسة الرسمية تتعثر بالارتجال وضغط اللاجئين 550 ألف تلميذ سيحجون اليوم إلى المدرسة الرسمية بينهم 280 ألف تلميذ لاجئ وهي تستقبلهم إذا سارت الأمور بشكل طبيعي من غير أن تكون جاهزة فعلا على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الكادر التعليمي هنا يأتي التلامذة إلى مدارسهم وبينهم تلامذة كانوا في مدارس خاصة ما عادوا يتحملون نار الأقصاط وكلفة التعليم التي ارتفعت أيضا هذه السنة وأرهقت اللبنانيين لكنهم ينتقلون إلى التعليم الرسمي الذي يأم تحت ضغوط أو ضغوط اللاجئين والارتجال والقرارات العشوائية التي لا تفتح على الإصلاح بل تزيد الأمور سوءا كما في عملية التحضير لانطلاق السنة الدراسية الجديدة ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الديلي تاليغراف البريطانية الهدنة التي جرت توصل إليها عبر اتفاق روسي أمريكي انهارت وتبدو غير قابلة للإصلاح واستطهامات متبادلة وانعدام الثقة بينهما أي روسيا والولايات المتحدة العلاقات المتردية بين البلدين لا تؤذي الديبلوماسيين الجالسين حول طاولة النقاش في نيويورك بل أهالي حلب هم من أوائل الضحايا إضافة إلى السوريين في البلدات المجاورة الذين ما زالوا يتعرضون لشتى أنواع القصف والقتل إذا أراد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقول التاليغراف أن يترك وراءه بصمة قبل انتهاء مدة ولايته عليه العمل على تسوية جميع العراقيل التي تقف في وجه إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين الأمر الذي قد يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد التعامل مع بوتين لا يعد أمرا سهلا إذ أنه لا يمكن الوثوق به أو تصديقه إلا أنه من أجل الشعب السوري فإنه يجب بذل مزيد من الجهد لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة بحسب ديلي تاليغراف الخبر الأخير من صحيفة الحياة خبر بيئي لعلنا نتعلم الدرس شارك عشرات ألاف المتطوعين في يوم وطني للنظافة في رومانيا لجمع النفايات من الغابات والبحيرات ولب أكثر من 120 ألف تلميذ وموظف في القطاعين العام والخاص في كل أرجاء البلاد التحرك الذي أطلق للمرة الأولى عام 2010 وينظم هذا التحرك المجتمع المدني ووزارة البيئة وشركات خاصة ودعم نجوم محليون هذه الحملة ومع هذا الخبر من صحيفة الحياة أختم الجولة فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحدث مع السمر وضيفها مرحب فيكم جديد مشاهدين وأتابع الحوار مع الضيف أستاذ براهيم الأمين أهلا وسهلا فيكم جديد أستاذ براهيم رئيس سابق سعد الحريري رجع على لبنان عنا جلسة 28 رئيس لش سابق مش رئيس حكومة سابق أنا بدوش سير رئيس حكومة يعني الرئيس القادم شو الموقعات عم تحكي كتير مرتاحة على وضعك وعم تحكي بكتير خان قول هيك رياحة شو المعلومات اللي عندك هل سيالين الرئيس سعد الحريري سيغير مواقف وسينتخب سيصوت للعماد مشاهد عون في مجلس الرئيس الحريري من حزيران الماضي وافق على خليني أقول وصل إلى الخلاصة اللي وصلوا للكل بأنه ما في إمكانية لانتخابات رئاسية إلا أنه العماد عون رئيس فات بمفاوضات مع العماد عون ومفاوضات مع حزب الله وكان عم بنايش بالتفاصيل يعني كان أولا هو عنده شكوك في أنه بيجي رئيس حكومة أو أنه الآخرين بيقبلوا فيه رئيس حكومة أو بيعرقلوا وصولوا إلى رئاس الحكومة ثم طيب أوكي إذا قبلوا يجي رئيس حكومة كيف تندار الحكومة أو بتتعطل الحكومة والملفات نفس الملفات اللي هي هاي الرزمة اللي حمل الرئيس الحريري من أول يوم منفتح فيه ملف الرئاسي مع أي مرشح بيحكي فيها مع المرشحين المعلنين وغير المعلنين نفس الرزمة اللي يعني كان عم بيجرب ناقشها أو أنا برأيي كان عم بيناقشها مع النقب السلمان فرنجي وصل احتاج إلى كلام علني أخذ كلام غير علني من حزب الله أنه هني لا يمانعون في عودته إلى رئاسة الحكومة وعلني كمان فعامه لا هو طالب بهذا الشيء العلني فعمله بخطاب سيد نصر الله قبل مد ثم رجعنا من أول جديد أنه السعودية لا توافق السعودية مشغولة السعودية مش فاضية للبنان السعودية من السعودية خطوات اللي عمل الرئيس سعد الحريري من أبل كانت دون موافقة لها السعودية لا خليني أقول أنه أقل له حتى الواحد يكون واقعي قيل له اذهب وجيب تسويلا نشوف شو هي التسويلا وكانوا هني مع تقدين أنه يحرج حزب الله بأن يرفض لأن حزب الله لا يخفي ما يقفوا بأنه ما بدوش سعد الحريري وكانوا رايحين أكتر من هيك لا يقولوا للعماد عون أنه شفت أن حزب الله ما بدك ما بدو يسهل لك وصولك طيب أعمل حزب الله قال يا أخي أوكي ماشي الحال ومنعمل اتفاق راح عندما أحرج عارف أن السعودين بعد يعني مش واصلين إلى هذا القرار راح يفاوض الرئيس بري والنائب وليد جملات هذا قبل مغادرته قبل مغادرته البلاد قالوا أنه أنا بدي أمشي بمشيل عون سمع منهما ما هو مخالف لهذا التوجه قالوا لش بك تمشي بمشيل عون على أي تسودة قبل مغادرته بس هو يعرف رأي الرئيس بري والنائب وليد جملات ليش راح يفاوضوا به الموضوع ربما لأنه يعرف ذلك لكي يقول بأنه لست أنا الوحيد الذي لا يريد السير بالعماد مشيل عون لذلك لما فل بانتظار الحصول على أجوة سعودية إضافية في هذا الوقت شو صار طلع صوت بتيار المستقبل يعارض علنا وبقوة انتخاب العماد مشيل عون لا وطلع من قبله الصوت الثاني أنه خيروحوا أقنعهم والرئيس بري أول شي طيب شو الاشكالية هي الاشكالية أنه المفاوضات التي يجريها الرئيس الحريري مع العماد عون أو مع حزب الله حول ضمانات المرحلة اللاحقة الآتئات بأنه الرئيس بري ونائب جملات ما عندهم إياها ما حصلنا لها يعني اليوم واحدة من المشكلات الكبيرة بين الرئيس بري والعماد عون أنه ما صار في بيناتهم تفاهم على المرحلة اللاحقة وأنا برأيي هذا جزء من يجل ليش ما صار هذا التفاهم علما أنه كان ما صار لألك شو إلى نوع من التفاهم وقالت كانت اللقاءات عم تجمع الرئيس بري والوزير جبران باسيل وحول موضوع النفط وما بعلم شو كان فيه على هواميشال شوف خليلا لك شعلي أنا اللي بعرفه تقليديا عم بحكي بالعقل وليت جملات ما بحب يجي رئيس مثل ميشال عون شو يعني مثل ميشال عون يعني تاريخية الزعامة السياسية لأنه في بعض الناس بعضهم عايشين بجبل لبنان بالنسبة لأوليد جملات ميشال عون هو كاميل شمون جديد وأنه هذا بده يعيد سطوة المسيحيين السياسي المعلومي السياسي بالنسبة لأرئيس بري أنه إذا بده يجي رئيس جمهورية بدون ما يحترم التفاهمات التي قامت على إدارة الدولة من 92 إلى اليوم هذا أيضا سيتسبب بمشكلة طيب أنت مش صدفة اليوم أنه خصوم عماد عون في الوصول الرئاسي هم نفسهم الذين كانوا حلفاء من 92 إلى اليوم يعني كل الذين انخرطوا في النسخة السورية من اتفاق الطائف هم الذين يعارضون اليوم وصول عماد ميشال عون إلى الرئاسي الجمهورية ثلاثة أطراف اللي دعم وصول عماد عون إلى الرئاسي الجمهورية هم مش بالصدفة أنه هي ثلاثة أول اللي ما انخرطت في مؤسسات الحكم اللي قامت بالطائف من 92 إلى اليوم اللي هي حزب الله طيال الوطني الحر والوطن لبناني طيب بس مو في علامة استفهم على هذا الدعم يعني اليوم حتى دعم القوات اللبنانية بنجعل نقول أنه كان مطلوب هذا التريح الشارع وهذا اللقاء يلي صار وهذا التحالف الجديد الذي قام ولكن دعم القوات اللبنانية للعماد مش هنعون ما في علامة استفاق شو علامات في التحالفات السياسية في مصالح في منظومة مصالح في سامير جعجع والقوات اللبنانية عندهم قراءة بتقول أنه مصلحتهم ما رح يعملوا شي ضد مصلحتهم بتريلي مبدئيا هنه مش ضد هنه ما بيعجبهم مش هل عاش تاني بس هل يتحمل عماد مش هل عون الأثمان شوفي ما هي واحدة من المعضلات اللي عم تأخر انتخاباً لعماد مش هل عون أنه هنه عم بيطالبوه يكون رئيس مثل وفن الصيغة الصوية خليني أقول لك أنا أقول لك بصراحة الإسلام السياسي في لبنان لا يريد رئيسا مسيحيا قويا باختصار فلما أقوله بدنيا لمشيل عون لايت زير وفات أنه بتتخلى عن هاي بتتخلى عن هاي بتتخلى عن هاي أنه بكونياني مثل مين مين البدنيا هيك الإسلام السياسي ومسيحي نسخة سورية من الطائر لأنه صاروا بعدين 14 قدار لدينا تعاقبوا على الحكم من 92 أنا بالتحديد عم بسألك ثمن يلي بدأ يلي قوات اللبنانية مسيحيا من ميشيل عون هلا هي عندها برنامج ما أنا برأيي لك أنا برأيي ما صار البزار كما يجري تصويره في رهان عند اللوات اللبنانية أن الحصيل الإجمالية لوصول ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية على الصعيد المسيحي ثم على الصعيد الحزبة بيعتبروا اللوات أنه هن مستفيدين وفي رأيي عن بعض القيادات اللواتية يعني نحن ورثت ميشيل عون في الشارع المسيحي مش أي طرف تاني هلا هتا كله نيقاش نظري بس النقطة النقطة الأساسية هي النقاش بوت عند الأغلبية المسيحية بأن ميشيل عون هو مرشحنا للرئاسة اليوم بالتفاوض مع الجزء الإسلامي من الحكم عالق الرئيس الحريري مشكلته أنه السعودية مش هم تغطيه بينما الرئيس بره ورناه بجنبلات بدهم تسوي بدهم ضمانات بدهم تفاهم حزب الله شو بده؟ حزب الله بده مشاهل عون رئيس جمهورية أكيد؟ ليش الأجواء أنا بقلك بما فيهم الوات اللبنانية يلي هي الحكومة أنه حزب الله لا يريد أصلا رئيس جمهورية في لبنان وبالتحديد لا يريد مش هلعون رئيس هلا هلا الوات اللبنانية بس شرفك أنت راجعي لي خطابهم من الخمسة شي مرة قالوا شغلي وصارت بارح طلعوا معهم أنه إيران غتيرت ما تحطر الوات اللبنانية شي للك من هذا الحكومة ما قالوا معنى كيف ما قالوا معنى مهنن الركيزة يلي حتى العماد مش هلعون عم يرتكز عليها بتقوية شكيمته بالشارع لم يكن لو كان لو كان بإمكان اللبنانية أنت بتظل معارضة لترشيح العماد عون ما كانت رشحته تعرف أنه عم قلك خديها من معنى ابن باب أنت هذه المصلحة سياسية لتنظيم القوات المصلحة المسيحية لكن القوات المثلين المسيحيين هي في وصول ميشيل عون حزب الله مع وصول ميشيل عون ليش بدو يناور مش عم بفهم أنا أنا بيلك أكتر من هيك ليس فقط التزام أنا هذا حكي سامو من سيد حسن لديهم قناعة بأن ميشيل عون هو الأفضل اللي يكون رئيس جمهوري مش بس أنه هن عندهم التزام تجاه سياسي وأخلاقي وما إلى ذلك لأ هم عندهم قناعة اليوم بأنه وصول العماد ميشيل عون إلى لقاس الجمهورية طيار الوطن الحر عنده قناعة كمان أو زرعة في رأسه أو زرعة القوات اللبنانية في رأسه قناعة بأنه حزب الله مبدو هذا فرضية لا مش فرضية نواب التيار نواب عم نشوفهم على الشاشات وعم نشوفهم على هذه الطاولة كمان أنه فرضية أنه نحن عطيناك بال2006 تفضل رد هلأ مطلوب منك هك بدهم جيب رئيس بري لو بدك العماد مش العون فيك تضغط على الرئيس بري لحتى ينزل ينتخبه فيك تضغط على سليمان فرنجية لحتى يتنازل مش هذا موقف العماد عون ولا هذا موقف خليني أقول بس هذا الكلام لما أنا بيطلع عن نواب ووزراء يعني معناته يلزم العماد عون لا لا مش صحيح فإذن شو ما بدأ مش صحيح حتى أصلا تركيبة التيار وطبيعته هذا الحكي نهائيا لا يلزم وأصلا ما بيعبر بيعبر بعتد عن تأديرات شخصية ما بيعبر عن موقف سياسي للتيار حجم التواصل والتنسيق بين العماد عون وبين حزب الله حول المسألة الرئاسية أعلى بكثير مما يضمن أي أحد طيب هل يتمكن هل يستطيع حزب الله الضغط على الرئيس بر أو على سليمان فرنجي الرئيس بر الحزب الله في حال تم تجاوز العقبة الرئيسية اللي اسمه الرئيس سعد الحريري يعني حصى عن الموافقة لديه القدرة على الوقوف إلى جانب إتمام تسوية بين العماد عون والآخرين سواء رئيس ما هو لما نبتتسهل الأمور مع الرئيس سعد الحريري منه بحاجة بلا لا لا في حال تعثرت الأمور مع الرئيس سعد الحريري لا مش الأمر مش وايف بس يعني ما حدا بده يعمل تسوي غصبا عن الأطراف الأساسية بالدولة وهذا موضوع محلني آش مفتوح بين حزب الله ورحمة خلينا نرجع إلى موضوع الرئيس سعد الحريري والتطورات سعد الحريري كان جاي آخر جمعة صار عنا خط التطورات مش طبيعية لدرجة أنه ما عدنا نفهم ما عدنا فهمنا هلا لكي في شغلتين أولا في نحنا جرنالجية ومشتر متلبعين سواء نعبي حكي نحنا نعبي صفحات نحنا نعبي هوا أنه شو صار وما صار ما صار شي صار أنه الرئيس سعد الحريري ذهب لانتزاع طغطية كاملة من السعودية وكان ينتظر دعم فرنسي لهذه الخطوة مشكلته مزدوجة في السعودية الأولى أنه لبناء ليس أولوية في اهتمامات العائلة الحاكمة في السعودية نعم لا يزال هنا التيار قوي في السعودية يقول بأن انتخاب العماد مشيل العون هو مصلحة لخصومها من حزب الله إلى سوريا إلى 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 عدا أن نفسها السعودية أو النظام الحاكم في السعودية ما قدر يبني علاقة سوية مع العماد فأنا برأيي أن الرئيس سعد الحريري عندما أجر المرحلة الأولى من الفوضات كان لديه على أحدهم نصف طفويد أو ضوء أصفر لكن اليوم الرئيس سعد الحريري لديه مصلحة يعني هو شخصيا تيار المستقبل هذه التركيبة بتيار المستقبل لديه مصلحة في هذه التسوية بدون هذه التسوية هو ذاهب إلى مزيد من التأزم السياسي إلى مزيد من الأزمار تركيبة تيار المستقبل رافضة لهذا نوع من التسوية يعني اليوم في موقف الرئيس السانيورة والسقور يعني مع الرئيس السانيورة يعني الخليف معروف بين الطرفين وإن فيهن هذا الأمر يعني عنده مشكلة أنه يسوق هذه الفكرة لداخل كل طياره أول شيء نحكي نحن عندي مقراطيات يعني يسمعك مدرش ولا فيه أي جهة من هذه الأطراف تحتاج إلى هذا الأمر أنا ما بقولك أنه فيه تربي فيه تعبئة موجودة عن تيار المستقبل هذه سابعة لعمرة مش من هلأ عمرة من قبل اغتيار الرئيس الحريرة ضد العماد ميشيل عون شخصية العماد ميشيل عون مش محببة عند هذا الفريق طيب التعبئة السياسية هنه شعون بيجربوا يقولوا بيجربوا يقولوا أنه قواعد المستقبل رح تعتبر حالة خسرانة إذا وصل لش رح تطلع ربحان إذا وصل مين يعني ما عم بفهم يعني فيه قيادة المستقبل فيه قيادات داخل تيار المستقبل عن درائي بتقول مصلحتنا والله غير مصلحتنا أوكي وبالآخر هاد أنا برأي أنا برأي رئيس سعج حريري لا يزال يملك النفوذ الأقوى داخل تياره وإذا ما قرر شيئا وكان لديه يعني طغطية سعودية مناسبة خصومه داخل التيار مش عم قول مش مزعجين لكنهم ليسوا بالقوة التي تستطيع أن تحول دون السير في هذا الأمر يعني أنت عم تقلي لي عن ناس معارضين أنه بتقلي لي هلأ أنه كتلة المستقبل إذا الرئيس الحريري رايح ينتخب العماد من شيل العون ما رح تروح تصوت له ممكن فيه أفراد ما يروحوا صحيح ما عم بن في هذا الشي لكن كمان بقوله أنه هذا احتمال يحتاج إلى تدقيق يعني لكن أكيد أغلبية تلك تلي بتروح معه طيب أنت قلت أنه الرئيس سعد الحريري من زمان من فترة ماشي بموضوع العماد مش العون ولكن ما استحوز ما قدر يجيب الرضا الصعودي على هذا الموضوع وهذا يعني أنه لن يتمكن من اتخاذ أو الأقدام على هكذا خطوة بلى رضا صعودي وهذا شيء هذا موضوع هذا موضوع لقلك أنا بقول لازم لأول مرة نفكر فيه طريقة بختلفة أنا ما عمل لك رئيس الحريري يعني معقولي فاجئنا لا أنا بدش عمل لك أنه هو بدي روح يعمل مشكل مع الصعودي بس خليني يقول لك أنه اليوم هو وضع الشخص وضع الاقتصادي وضع المالي سعودي أو جي وضع مؤسسات مستقبله السياسي وضع التيار قد يتحولوا إلى عنصر حاسم في خياراته حاسم سلبي أو إيجابي لا لا بمعنى أنه بده تسفيه حاجة لتسفيه كل تأخير عم يتحول إلى أزمة داخل التيار كل هذه الأمور بتدل أنه 28 يعني بعد بكرة ما رح يكون حسم هذا الأمر 28 هو مهلة أخيرة عطية طيار الوطن الحر والعماد ميشيل عون قبل الأقدام على النظام هلأ أنا فيه فيه مجموعة عفوا خليني لك به النقطة أنه فيه البعض عم يعتبر أنه خليني نسرب هذه الأجوال الإيجابية لتهدئة العماد عون والطيار الوطن الحر لمنعه من السيد نحن خطوات تصادي كبيرة يعني صار قميم خيارين إما بده ينزل 28 أو بده يعطي مهلة إضافية لسعد الحريري أي خيار هو الأفضل للمد بشير أنا باعتقادي أنه اليوم طيار الوطن الحر والمسيحيين عموما أنه أمام وضع يشبه بشكل أو بآخر وضع 92 بمعنى أن الإسلام السياسي قد يبقى متمسع كان بإقصاء قوة التنثيل الرئيسي عند المسيحيين عن التمثل في إدارة الدولة في العام 92 بظل التسوية الأمريكية السورية السعودية كان هناك إمكانية للتهميش وتجلى الأمر في إقصاء وضعاف ونفي اليوم الأمر خلاف ذلك يعني المعارضة السلبية اللي عملوها المسيحيين في العام 1992 اللي تمثلت بالمقاطعة والانكفاء اليوم قد يكون هناك معارضة لكنها مش سلبية بمعنى الانكفاء يعني اليوم المسيحيين أمام تحدي تسجيل الاعتراض وتحويله إلى قوة صرف لياها على الأرض هلأ تعطيل الدولة يعني يعني انهاء الدهات الدولة شو بيعمل عماد مش هلعون بيطل خلص بيطلع من المؤسسات الدولة بيقول يعني استخدامة من المجلس نوع من المجلس نزل بيقول هذه الدولة بهذا الشكل هي ما بدينا أوك باي باي رايحين لا مش لا على انتبه في ناس بيتهموه بشي وانا رايي في البعض بالتيار بغلطه بالخطاب مش رايح لا لا في ديرالية لا لا يقول بدي يعيش لحاله لكن بدي يقول سوف أعبر بطريقة احتجاجية عن الرفض لعمليات الاخصار طيب هو بقي لا يخلص تكي في هذه الحالة سوف يكون في لبنان من الجانب المسلم أطراف تؤازر العماد بالشارع حزب الله لن ما عمل لك رح ينزل جيوش جرارة على الأرض لكنه حزب الله لن يترك الأمر ويقف تفرج ولن يترك العماد بالشارع بسياسة ولا مش جيوش جرارة بدزل كم ألف يعني بدعم الشارع لا 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 مش موضوع ألف مش مش مشاركة بالشارع لا لا عملك هي الموضوع مش ألف أو بتنزل اثناء ولا بتنزلي مليون ولا بتنزلي مئة ألف ولا عشر تلاف هي المسألة بالموقع في مبدأ حزب الله لن يقبل بأن يتركوا المسيحيين بهذه الطريقة أو أن يعزل عماد مش هي العون أو أن يحاصر سوف يقوم بكل ما يقدر أن يقوم به لأجل حقول دون حصول هذا الأمر تجربة الشارع مجربة من قبل ولم تنتج شيء تجربة الشارع بما فيهم حزب الله وحلفاء ومثلوا قاعدوا سنة بالشارع ولم يرفع الرئيس سانيورا شو أنتجت؟ أنتجت الدوحة لايكي لايكي يعني لوين إخدينا طيب بوقتة كان الظرف غير هلأ شو بدي تنتج رزق العماد مش هي العون على الشارع ليش عم تفترضي أنه الوضع هلأ يعني أنه وضع كان أحسن قبل أنه الوضع بوقتة وصلنا لسبعة أيار ومن سبعة أيار رحنا على الدوحة وهلأ عملك يمكن يكون فيه حدا عن بيقول أنه هاي الصيغة بيدات الدولة مش ماشي الحال عمرة لا تكون يعني سبعة أيار جديد؟ مش ضروري سبعة أيار أنه هذه الصيغة عمرة لا تكون تعوه رجعه عمله بشو ما بكون تسموها لأنه نستنقص من كلمة مؤتمر تأسيسي أنه هذه الصيغة من الحكم مش ماشي الحال مانا صيغة تاني هلأ بيجي واحد بيقلك أنه هي بتهدد العيش المشترك والمناصف يقول لك ستين عمرة لهذه المناصف وده العيش المشترك التفنيس يعني إذا واحد عايش مكعوم ومهمش كل وقت المسلمين جربوها مشكلة هذا البلد بأنه هذه القوى الطائفية تريد أن تبقي على الصيغة الطائفية الحكم يعني ما جربناه جربنا 43 نظام طائفي بأرجحية مسيحية شفنا لما نوصل ونظام الطائف اتفاق الطائف هو نظام طائفي بأرجحية إسلامية وشفنا لما نوصل بس أنت اليوم ما فيك تروح لهذا الموضوع بدي أرجع على نقطة أساسية نزل عماد مشالعون على الشعي لا أنا بدي أقول لك أنا عفوا خليني كم سؤالي نزلوا على الشارع عملوا العصيان المدني اللي عم تحكي عنه يلي هو الشل والتعطيل الكامل مثل ما قلنا عصيان مدني لا يمكن أن ينجحوا أنه واحد يتقبلوا بلا ما يكونوا طلعوا أصلا من الحكم عم تقول تعطيل كامل بيطلعوا من مجلس نواي بيطلعوا من مجلس الوزراء مين قادر يدق بالطائف أي طائف اتفاق الطائف مين قادر يغير حسب أي أنت مين عم بقول كيف بتطبقي للطائف كان في نسخة سورية بالتانا وتسعين بالدكيات ضال كان في اتفاق أمريكي سعودي سوري خلص اليوم في سعودية وأمريكا نزلين يخربوا ويدمروا بسوريا كان في توازنات داخلية غير خلصت كان في وضع أقليمي غير كان في وضع اقتصادي وداخلي غير خلص في طريقة تانية لتنفيذ اتفاق الطائف وأنا على ذلك أعمل لك أن الخطوة التالية هي الذهاب مش التراجع إلى النظام الطائفي لتعميق النظام الطائفي قد يكون العلاج بالانتقال فورا إلى مستوى آخر أنا بقول ساعتها بيصير العنوان استحقاء الرئيسي هو شو؟ هو إجراء انتخابات نيابية جديدة على أي أنون؟ لحظة شواء عندها نحن ما نروح لنظام انتخابي من نوع آخر من أي نوع؟ عن نسبية عماد مش هل عون بده النسبية وحزب الله بده النسبية وفي كتير وفي كتير هو بده النسبية والبقين اللي بدهوش النسبية هو اللي معتا يقول أنه نظام الأكثر بيخليه حاكم وده طفنيس طيب والطفنيس الأكبر هو لمنها هل قد بيكون عندك انت انقسام عمودي وقفقي بالبرد طيب شو بتعملي؟ معقول لأيك يعني ما في بتعمل أنون انتخاب؟ يا سمر لما الدول بتتعرض لأزامة نهينا شو بتساوي؟ يا بتجيب حدا من برا يفصل بيناتها ما هذا فضيلنا؟ بمن قالك ما هذا فضيلنا لش الغرب من عندوش استعداد مش نحنا منعين هدا الناس اللي بتفزع تقوله اللي بتهرب منه ليس مسموحا للخارج أن يأتي مجددا ليمارس الويصاية مش أنه والله طيب إذا ما قدرنا نوصل لأنور عملك شو بصيغة؟ أنه في هالحالة مي أوكي في عندك مثلا بقوله مخاط ها أنه شو راح يسيبنا أكتر من اللي صايبنا لش هلأ شو في قاعد؟ بيبقى في بلد بهذا لش هلأ في بلد هلأ لحظة شوي لحظة شوي لش هلأ في بلد الأمل بعده شوي ممسوط كيف وقفين؟ بس إذا توصل لهذا النقطة تحديده يمتروح وش هلأ تفنس هذا؟ وين وقفين؟ بقى لح المصارف معطين رياض سلامي مليارين دولار ليعمل هندسة مالية عن شو عم تليلي بيوقفين؟ بشو وقفين؟ الدولة لشلدان العام طبيعي بشو وقفين؟ بقى لهم ساترين حالهم مش وقفين؟ مين ساترين حالهم؟ مين ساتر حالهم؟ في مجموعة صغيرة بالبلد حاكمة قارتك المصريات البلد وكل الناس ميتين من الجوع أنه مستقر أنه في هلم مثل مباري حدا احتفال الشبيبي هول على البحر السيارات يعني أنه ما نعيد لبنان على الخريطة أنه نسكر منطقة لأنه خمسين شاب بدون يتسلوا بسيارات ما بعرف كذا طيب عادي ما أيام في مناطق عم تتسكر كرميل عرس بالمسؤول أو كرميل ميزاتها؟ أنا لا أنا ما عم جبه أنا عملك أنه جواب على أي استقرار عن أي استقرار عم نحكي لا استقرار سياسي فيه ولا اقتصادي فيه ولا الاجتماعي لك بلد مش ضابط فيه لمدرسة ولا مستشفى ولا مطعم ولا شرط الشيء يعني رايحين على قاعدات إذا ما كبرت ما بتصغر يعني فارت فارت يلا نفرته على الأخر ونرجع من عمره أنت بالأخير بدك تقول لي اليوم المعروضة علينا كمواطنين أنه عيد هاي الطبقة السياسية عم تقولنا تعون عيد إنتاج نفس النظام الطائفة عم نقول جربناكم يا خي جربناكم بالنسخة الإسلامية وبالنسخة المسيحية واتنينتكم فارطين وما جبتوا للخراب للبلد لازم نروح على مرحلة امتقالية أساسها إعادة إجراء تكوين السلطة التشريعية من خلال أنه انتخاب نسبي وأنا برأي في كتلة شعبية ممكن ما نصل لهذا الشيء طيب ما نتوقف مع بريك مش يجو الأمال كان يديرون لنا هو الحراك المدني والأنجي أوز وأنه ساعة ما حافظ به الموضوع كينا فيه كتير مش رح أرجع فوت فيه هذا الموضوع كما فيه نصام بوجهات النظر هحاوله خلينا نتوقف مع بريك أعلاني الوقت كتير رح بسرعة بس بعد عنا ثلاث نقطة أساسية لمصلحة من الهجوم على قائد جيش لعماد جان أهواجي شو رح تعملوا بالمهلة الأخيرة 29 لتدفعوا مصريات لمحكمة دولية ومرور سريع على مجرى بمجلس الأمن مع أنه هو الأساس عمليا يعني في العملية كلها على بعضها بريك ونتابع برح بيكم جديد مشاهدينا بما تبقى من وقت رح نجرب نمرو على العناوين الثلاثة برح بيكم جديد أستاذ إبراهيم أهلا لمصلحة من الهجوم على قائد جيش رأس المؤسسة العسكرية العماد جان أهواجي بما قال تحت عنوان أهواجي أهواجي من أين لك هذا شو لمصلحة من ليش هلأ مش هلأ في انتخبات رئاسي وزالني مرشح للرئاسي مصلحة مين شو لي مصلحة عم تهجوم على العماد أهواجي مصلحة عماد عون يعني مش هلأ مصلحة أنا مع مش هلأ عون وقال قبل هذا المآل وبعد هذا المآل أنا مقتنع أنه مش هلأ عون هو قبل حزب الله أمن بأنه مش هلأ عون لماذا الهجوم على قائد الجيش عمول هذا لشي غيره نحن موفرين غيره يعني إذا عندي قراءة عم يشيل عون أنه عامل هاك شي جي بي لش ما بتسأل لا أنا ما عم بحكي عن عماد مش هلأ بس في حدا ما عنده شي يعني بمحيط عماد مش هلأ ما في حدا عليه علامات استفهان أنا ما أعين على أنا عم قل لك حدا يجيب لي وسيء العلاقة بالجنرال أو بمحيطه وأنا حاضر طيب على أي حال رد بس فيه يعني فيه فيه نكتب البلد بتقول أنه ساعة أنه ما في حدا أنه بس لحاله بقى طريقة وقفت علي ساعة التوقيت تعرف نظرية الظروف الدقيقة التي لا تسمح الظروف الدقيقة هي الحليف الدائم لمن هو في السلطة ولا مرة ظروف تسمح لا الظرف السياسي بيسمح تنقشي وضع الحكومة لا الظرف الأمن بيسمح تنقشي وضع القوى الأمنية لا الظرف الاقتصادي بيسمح تنقشي السياسة المالية لا الوضع المالي بالنقد بيسمح عن السياسة النقدية كله ما في وضع بيسمح في خراب بيصير وما في وقت بيسمح على كل حال يعني عيدة منتركها رهن بالناس بالمعنيين بالموضوع بس هلينيقول انه العماجة على قهوة جي عبر مكتب ورد عليك اعمل توضيع بيقول انه هذا القرار كان موجود وقلها اوكي شو اوكي اوكي اذا مظبوط انه قلها اعطاك وثائق ماشي كمان كل مشكل وسيئة في وسيئة بدأت دقيق دققت بالوسيئة عم دققت الاولانية ايه بعرفة بني عم دققت بالتاني طيب بنفس المقال قضاء لبنان وزعران المحكمة 29 خليني اقلك كده من موضوع المحكمة الدولية 29 اخر مهلة للدفع وقل خليني اقلك شي سمعش شوفي انا جررت كنت بهذه القصة اقول انو مشكلتنا مش مع المحكمة المحكمة تز فيها وباللي فيها واللي بيشتغلوا فيها واللي اقيمين عليها واللي 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 اخر همه وشو اللي بتعملوا تعملوا وين مشكلتك الاساسية مشكلتك انو في لبنان ناس قبل اني يظلوا مصغر بيعوا البلد ها لاجهزة مخابرات بحجة تحقيق دولة سلم من هو دي ناس دخلت مش الحكومة فريق 14 ادار ومن شاركهم بالموافقة على القرار بتسليم سيدة الدولة لممثلي اجهزة استخبارات العالم اللي كان اسمه لجنة تحقيق دولية وصار اسمهم محكمة دولية طيب والاخرين شو عملوا بروشها الموضوع الفريق الاخر عملك كل من شارك وصمت ولم يواجه هذا الامر هو شريك في التحمل المسؤولية عن هذه الجريمة الوطنية الكبرى كل دون استثناء اللي عملك هي اليوم بعد في حدا راكب براسه ليش مش لانو المحكمة عم تجيب نتيجة بالموضوع الأساسي لانو مثل ما اللي عملها للمحكمة بدي استعملها أداة ليصفح حساباته مع المقاومة اليوم في قوة بلبنان بتعتد ان هي فيها تستغل موضوع المحكمة وتصفح حساباتها مع خصومة اللي بدي إيلك هي اليوم انه بلبنان بالنيابة العامة ببعض الأجهزة الأمنية في البعض بيقول انه القانون انا بيفرض علي نفذ اللي بتطلبه المحكمة مش هذا الواقع انه القانون انه القانون بيفرض علي تنفذ اللي بتطلبه المحكمة بهذه المحكمة اللي شرعتها الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية شوفي شوفي القانون ما بيسمح بخرق السيادة حتى لو حكومة بس اني سمحوا رحظة شوي حتى لو حكومة وافقت على شي ما بيسمح لذلك لليوم رأى بأنه تمويل المحكمة بيتم بالتهريب وبالسرقة ما بيقدروا يجوا عمجلس الوزراء وياخدوا قرار بتمويل المحكمة شو معناتها هاي اليوم أنا اللي عم جارة شو معناتها يضلوا سيكتين عن هذا الموضوع هاي اللي هن شركاء بالحكومة وقاعدين على طولة مجلس الوزراء ما عملك بتحملوا مسؤولية هيك بس بتحملوا مسؤولية بنبرش الدنيا كلها لا 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 طولي بالك طولي بالك طولي بالك أنا اللي بدي أقول لك يا ده هو أنه اليوم الأجهزة التنفيذية بالدولة سواء نيابات عامة أو أجهزة أمنية اللي هي عم بتنفذ قرارات وطلبات المحكمة الدولية هي بالنسبة لي اليوم مش هي كمان لم تعطيها المشكلة المشكلة في الحكومة ومن يغطي هذه الأجهز اليوم هني عم بيخططوا لمجموعة أشياء ضد وضد الجريدة بلشوا يبهلا من بلشين يحضروا أولا أنه من روح نحجز له أملاكه وحساباته هيك صحتان عالبه نروح ياخدوهم يعني اللي بيلاقوا ياخدوه اثنان أنه منطلع فيه مذكرة أحضار بالقوة لأنه القاضي حضرته وبدو يستمع ليه لا بديش أدفعه ثلاثة منحول الغرامي إلى سجن ومننفذ القرار أنا مش هو السلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل ما هذا اللي عملك هي عملك بالنسبة ليه هني مثل إسرائيل محكمة مثل إسرائيل واللي بدون يساعدوها بلبنان مين مكانوا بالنسبة لي هني مثل جماعة لحد ويلي بسكتو عملك المحكمة إسرائيل اللي بدون يساعدوها هني عملاء والساكت عن الحق شيطان أخاص أنا لن أعافي أحد بما أملكه لن أعافي أحد النتيجة أنه يمكن تصير بالحبس مين إن شاء الله خلينا نشوف شو أنا مين قال لك أنا مش مستعد أتحمل تابعة خياراتي بهذا الموضوع مين قال لك أنه أنا مش عارف حالي أنه مستعد أنه في أتمام بدأ أدفع وراء جراء هذا الالتزام أو جراء هذا الخط السياسي أو هذا الموضوع أو هذا الموقف المهني أو الموقف المحريات عارف حالي بدأ أدفع تمام إيه بس بالمقابل أنت عارف حالك بدأ أدفع تمام بس بالمقابل في فيا اللي بيقول انه ما تخافوا علي لابراهيم اللي مولوا ومغطيوا ودعموا وعطي كل هيدا الغطاء ما رح يخلي يوصل لهون يعني يا وقلع شو طالع هالأدب العالي ويا لطيف يعني ما عندي مانا ما عندي مانا يكون في حدا حبي ساعدني يمنع اللقاء تدي علي سيحميك حزب الله من هذا الأمر ان شاء الله حزب الله هو من فئة الشيطان لا حزب الله بيقول وذهي محكمة سرائدية بس موجودين بالحكومة ما في ورقة بالحكومة لا 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 لاحظة ما في شيروا علا بالمحكمة بيمروا بالحكومة بتريدي مطالبين بخطوة اعلى بيمروا بشو بمكتب رئيس الوزراء بمجلس الوزراء المحكمة ليست موضوع للتداول في اي مطرح انت هذا مش من تبهت له ما حدا مهتم فيها لا بلاهاي ولا بآخر الدنيا ولا شي اللي مهتم فيها هو اللي بده يستعملها لمصلحته انا مش طالب من حزب الله شي مش طالب منه لا يعمل المواجهات ولا يخسر نقطة عرق مش نقطة دم اللي فيه بيكفي بس انا عم اقول انه هذا بالنسبة لهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه ارتكاب جرائم باسم العدالة الدولية المحكمة اسرائيل اللي بيساعدها هن عملة الى والساكتين عن الحق ومشياطين شو متوقع يصير بتسع عشرين انت على موقفك بلط البحر بس هن مسنودين على الانون وانسير بيسموه سيرة قبل ماشي الحال ننطر يعني الله بعين معنا معنا شو دي عمل الوحن لو هيتلي قلبي بس كم دقيقة هو دي عم المد يعني باريح دفنت التفاهمات في مجلس الامن في اجتماع مجلس الامن بالام المتحدة وعلن يعني المشهد اللي شفناه ما بيبشر بالخير مسرحية مش مسرحية لا امريكا والبريطاني والفرنسي في مواجهة الروسي امريكا بتتهم روسيا ب فشر هذا المشروع الوحش يعني اتوحش سمر سمر الجديد في سوريا ان قوى الاستعمار بلشت تشتل بايدا اخر معركة بجنوب سوريا اسرائيل كانت في قلب المعركة مش بقلب المعركة هاك كانت عام تشارك بيادارة المعركة بالقتال ما جرع في شمال سوريا الجيش تركي فيه والجيش الامريكي فيه والجيش البريطاني فيه اليوم فالسان شكيت ع BETحمل روسيا اليوم روسيا اليوم لما بتوافق على الهدن اول مرة بتاكل اتضرب وتاني مرة بتاكل اتضرب وتالت مرة بتاكل اتضرب وبتشوف أنه إعادة التموضع وتعزيز قدرات الإرهابيين يلي على الأرض لا تعتبر شريكي أيضا روسية بدأ عم تقول تعالوا نعمل هدنة أنه بلقي موقف حمام بدهم بتكون معاش حق يعني بس لما أنا بتعملها أكتر من مرة وبكل مرة بتطلع بتكون عارفة أنه عم بيكون في إعادة التموضع عم تليلي أنه هوليك كلها تكلب على كارية الأمريكية والإنجليز والأتراك والبريطانية طيب شو بيعمل الروسي الروسي عم بيقول تعالوا بكن تعملوا حل أنا قبلان مستعد حلفائي وشركائي بإيران وغروسورية بنظام وحزب الله وهول موافقين شو بكن نعمل هدنة مقدمة لحل تعالوا نعمل كل مرة بيعملوا هذا الشي بيرجعوا لك بيخربوا ولذلك اليوم الموضوع هو بالنسبة لهم هلأد ليش أمريكا رفضت تنشر الاتفاق ليش اليوم تعرفي واحدة من يعني أنا بتذكر من أهم شي بالتسريبات اللي نقالت بالجوهر الاتفاق الأمريكي الروسي يقول بأنه ليس هناك معارضة في سوريا في حكومة سورية وفي دول ترعى هذه الجماعات رحنا نحكي معها هذا هو النقطة اللي خايفين نشروها لأنه أقرت هذه الأجهزة الغربية يعني أمريكا وهذه الحكومات عن توروتها المباشرة أنه هي خلصة هؤلوكاليها ما عاشي نفعهم ما تم خمس سنين حال الوضع اليوم من بعد اللي صار رجعنا في معركة بويلة عليهم سوريا إلى أين تشوركين عم بيقول مهمة مستحيل لصار العودة إلى الموضوع الحياة السلمية الأمريكين والبريطانيون في السمية رحيين إلى أقصى حولوك رجعنا مع الأسف للمواجهات لذلك أنا بنتظر تصعيد في الشمال وفي الجنوب وأنا ما كان في الشرق أيضا طيب روسيا وحولفها قد هذا التصعيد ليش اللي حملوه من خمس سنين دا اليوم أقل قليل يعني اللي نعمل من خمس سنين في 2012 كانوا على عتبة قصر المهجرين صحيح كيف انعكساته رح تكون على لبنان أمنيا لأنه كمان ملف الأمن بده حلقة كاملة لحاله في لبنان كيف رح تكون الانعكاسات حسب 14 قدرنا في أزمة إذا نحن عمنا مروا على سوريا ما في أزمة لبنان والأردن والعراق وسوريا وفلسطين وفضاء واحد اللي بيتوهم غير هيك يتوهم شو أعمل له فيك تعدي وتقولي أنه أنا ما بيني شيء أحكو في تطورات الأمنية بالبلد لكن الإجراءات الاحترازية اللي عم بيقوم فيها الجيش والقوى الأمن والأجهزة هول كلها بتدل على مش عم يخترعوا الناس اللي عم يخترون مش عم يختروا عليهم يعني أنه آه أكيد يعني لبنان صحة فضلة اللي بده يبعط رسائل واللي بده يخرب ميزة لبنان اليوم عن أحسن دول بالعالم كلها أنه الأجهزة النافذة أولا صار لداها خبرة واثنين لداها قرار جدي بلحقوا لدون هذه التفجيرات وإذا هذا القرار يضلوا حقيقة يعني ومتماسك أنا برأيي بيقدر يعطلوا جزء كبير من أي مشاريع تخريب أو قتل أو تفجير أو مش دور يحولوا بمية إذا بتعملي جهد مية بالمية ممكن تحصل نتائج تسعين أو تسعين أو تسعين بالمية صحيح نحن للأسف انتهى الوقت كان فيه كتير كلام بعد نحكيه أو بفوت فيه تفاصيل أكتر بالعكس الناس نطرة وعم تتفعل لا ومنح وهالكراسي اللي عاملين أنت وكراسي ربع ساعة يا دوة أنا ما بقى قادرة دافع عن الكراسي رئيس تحرير جديدة الأخبار لأساس براهين أمين أنا بشكر كتير مشاركتنا بهالحلقة وتلبيتك دعوة مشاهدينا شكر كبير لألكم ولا مطابعتكم ولا لكم